اشتركوا في القناة سعر برميل الغاز تجاوز ما يقارب الـ 145 إلى 150 ألف للبرميل فراح يأثر على سعر الأمبير ولكن تحديد سعر الأمبير حتى لهنا أنه يكون للسبوع المقبل يتحدث سعر الأمبير ساعة التوقعات كم يصير سعر الأمبير مثلا أكثر من 18 أو 19 والله حسب اللجنة المشكلة اللي هي راح تحدث سعر الأمبير ساعة طبعا حتى نكون بالصورة اللجنة هي عضو نحن كأعظابي أعضو من الجمعية التحدي أعضو من اللجنة المركزية لمولدات في ديوان محافظة نينوى أعضو من دائرة الكهرباء أعضو من المنتجات النفطية وبرئاسة السيد معاون السيد المحافظ يكون الاجتماع تحديد سعر الأمبير الشهري وتصادق من السيد قائم مقام الساعات التشغيلية اللي عبرت الأربعمية كم توقعتك يعني موجودة توقعات والله ما أخفيهم سر لهنا حتى نحن توقعاتنا السعر أنه يقل عن الشهر الماضي مستحيل أن يقل على عدد المعطيات الموجودة بل راح بعض المناطق يتجاوز أقل أو أزيد هو يحدد على سعر الساعة دور المنتجات النفطية يعني لو تم توزيع حصة أو حصة زيادة لأصحاب المولدات ما كان هذا الارتفاع أكيد أهم عامل اللي هو يشكل من سعر الأمبير على المواطن أو صاحب المولدة بنسبة 75 إلى 80% هي المنتجات النفطية عامل القاز للمتغير بينما هسا أنا قبل أسبوع بزيارة السيد رئيس أو مدير توزيع المنتجات النفطية بغداد للموصل أحد الناشطين المدينيين يسألوا قالوا سعر المولدات تجهزوها بحصة كافية قالوا انجهزهم 20 لتر على الكيفي لا التجهيز 15 لتر على كل كيفي جهزت المدينة وليس 20 هذا واحد اثنين نحن نتكلم لك حتى للتوضيح لهنب المدينة مختصر أنطيك عدد ساعات التجهيز لنفترض 430 دائرة المنتجات النفطية جهز المواطن بـ 80 ساعة فقط فيبقى أمام المواطن أمام صاحب المولدات الشراء القاز التجاري اللي بسعر تجاوز 150 ألف فيأثر على عامل سعر الأمبير وده يدفع ثمنها المواطن لأن صاحب المولدات عنده هامش ربح السعر الأمبير يتجاوز بـ 30 ألف أخذ هامش الربح السعر الأمبير 10 ألاف دينار يأخذ هامش الربح والدليل العام من توجهات السيد رئيس الوزراء كان بخصوص القاز المدعوم المجاني سعر الأمبير ما تجاوز التشغيل 24 ساعة مبلغ 6 ألاف دينار عندنا الكهرباء الوطنية هناك موجودة في المحافظات الشمالية كهرباء وطنية موجودة في ساعات الليل حتى الظهيرة أين الكهرباء الوطنية؟ أين حصت نينوى برأيكم؟ دائماً العام كانت جمعيتنا سباقة بعقد مؤتمر مؤتمر الأول عن واقع نينوى الكهرباء وأوجاع نينوى سمي بأوجاع نينوى أين حصت نينوى من التيار الكهربائي؟ وأين حصت نينوى من المنتوجات النفطية؟ هذا السؤال يعني هسا جنابك أنا أهم الحكومة المحلية تخاطب بكتب رسمية ولكن تقول لك أننا دوائر سيادية المنتجات النفطية حتى المخاطبات من الحكومة المحلية أكو أمور يعني ما أخفي يكسر كان عندنا العام بخصوص غرامات أنا قلت لك الساعة صاحب المولد يأخذ 80 ساعة الثلاثمائة وخمسين يتم شراءها من أسواق التجارية تطلع حقيقة التفتيش في دائرة المنتجات النفطية غرم صاحب المولدة لماذا؟ لماذا تشتري قاس تجاري؟ هذا غير مطابق هذا العيريد وهذا اللعاء المعاناة هذا الموجودة الساعة نتكلم لك واقع حال فبالتالي دي أثر المواطن يعني أنا أتذمر الأهلنا بالمدينة لسعر الأمبير للشهر الماضي وسيكون تذمر للشهر المقبل ولكن الحل إذا ما جهز المواطن بكمية كافية من التيار الكهربائي ما يخفض سعر الأمبير أو صاحب المولدة بحصة زيد غاز تكفي للتشغيل يخفض سعر الأمبير أهم عاملين ويشكل 80% بالمئة من سعر الأمبير